موسيقى وزارة التخطير تبرز تقرير وكالة فيتشلت الذي تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي القادم وزارة المالية تعلن خفض مدة تملك السيارة إلى عامين لاستفادة من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة والتي مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر انخفاض أسعار النفط لليوم السادس على التوالي بسبب موجة جديدة من الإصابات بكرونا خاصة في أوروبا موسيقى أهلنا بحضراتكم مشاهدين الكرام نشرة إخبارية مفصلة اقتصادية تأتيكم من شاشة تنين الأخبار من القاهرة وإلى التفاصيل أعلنت وزارة التخطيط أن وكلة فيتش للتصنيف الاقتماني تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي القادم وأن ينمو إجمال الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري لفت التقرير إلى أن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس سيؤديان لزيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 2021-2022 وأشار إلى أن التدخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي أشار التقرير إلى أنه وفقا لوكالة فيتش فإن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية بالإضافة لامتلاك مصر الاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية استعرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مع وفد بعثت صندوق النقد الدولي جهود الدولة لزيادة الصادرات ومساندة القطاعات الإنتاجية وإنشاء المجمعات الصناعية أكدت الوزيرة أن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار من خلال تنفيذ خطة طموحة لفتح أسواق جديدة ومشيرة إلى أن الأسواق العربية والأوروبية والإفريقية أبرز المناطق التي تستهدفها الحكومة بحث وزير الإسكان عاصم الجزار والإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي ورئيس الهيئة العربية لتصنيع إجراءات الشراء الموحد وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري أشار الجزار إلى وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على المنتج المحلي وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي من جانبي أشار وزير الدول الإنتاج الحربي إلى أن المبادرة تعد فرصة كبيرة لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتجات المحلية وتحسين جودتها تابع وزير إسكان عاصم الجزار في اجتماع الموقف التنفيذي لمشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة أشار الجزار إلى أن المشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه لستين في المائة يعد أول محور مرورين يربط ما بين شمال وجنوب الجيزة ويوفر نصف المسافة بين شمال وجنوب الطريق الدائل أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الوزارة تسعى لتحسين إدارة كافة الموارد المالية المتاحة بالمحافظات وتوضي فيها على نحو أكثر كفاءة وتعظيم الإيرادات المحلية بما يصهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلال اجتماع عقده شعراوي مع محمد ندا المسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بقنة وسهاج وبالبنك الدولي تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بمعدلات التقدم في تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمدعوم جزئيا بقرد من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار بحث وزير النقل كامل الوزير مع السفير الإيطالي بالقاهرة سبل التعاون في تشغيل خطوط ملاحية جديدة بين الموانئ المصرية والإيطالية ورحب وزير النقل بالتعاون مع الجنب الإيطالي في مجال تشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية والإيطالية المباحثات التي حضرها رئيس الهيئة القومية للأنفاق شاهدت أيضا مناقشة التعاون في مجال إنشاء خطوط السكك الحديدية ومتر الأنفاق وذلك بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى أعلنت وزارة المالية خفض مدة تمالك السيارات لعامين للاستفادة من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة والتي مضى على صنعها عشرين عاما فأكثر أشارت وزارة المالية إلى أن تسعة وخمسين ألف شخص وثلاثمائة وخمس وستين قدموا طلبات لتنفيذ عملية الإحلال بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والأسكندرية والسويس والبحر الأحمر وبرسعي أعلنت وزارة الري والانتهاء من إنشاء وتشغيل محطة مياه السلسلة الجديدة والتي تخدم زمام خمسة وثلاثين ألف فدان بمحافظة أسوان بعد تدليل المعوقات التي واجهت إنشاء المحطة ذكرت وزارة الري أنه تم خلال السنوات الخمسة سابق الانتهاء من إنشاء تسعة محطات متعثرة لأكثر من خمسة عشر عاما تخدم زمام خمسمائة وتسعة وسبعين ألف فدان يأتي إنشاء هذه المحطات ضمن خطة لإحلال وتجديد وإنشاء مئة وثمانية محطات خلال السنوات الخمسة عشر القادمة للوفاء باحتياجات الري واستيعاب لاحتياجات المائية للزمامات الجديدة أطلق اتحاد المستثمرات العرب بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال التنمية مبادرة كيانك والتي تستهدف تأهيل وتدريب المرأة لتمكينها اقتصاديا من خلال العديد من ورش العمل والأنشطة المختلفة التفاصيل أو في هذا التقرير كيانك مبادرة جديدة تتجلى من عنوانها لتدعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا بما يساعدها على الانخراط في سوق العمل بداية من التدريب وصولا إلى أن يصبحن رائدات أعمال في شتى المجالات فالمبادرة التي أطلقها اتحاد المستثمرات العرب تقدم ورش عمل للفتيات في المناطق الأكثر احتياجا بالإضافة إلى ندوات توعوية للسيدات في مختلف مناحي الحياة التدريب وليس التدريب بهدف التدريب إنما التدريب بهدف التشغيل فكر جيد ومحترم لكن ده مش مبتغى ولا رأي اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية لا احنا شاركنا مع بعض سيدات الأعمال والمستثمرات حطينا قدينا في قديم بعض عشان نقول لا احنا لازم نخلق مرأة قيادية فعلا مرأة وشاب صاحب أعمال مبادرة كانك هنبتديها في محافظة الجيزة بالتعاون تحت رعاية وزارة الصناعة ودي معمولها نعمل ورش تدريبية للمرأة عشان نعمل مشروعات صغيرة وبعد كده بعد التدريب هنحاول نساعدهم في التسويق بعض المشاركين أكدوا أن الحكومة المصرية تعمل دائما على تمكين المرأة اقتصاديا واكتماعيا وسياسيا لتحقيق النمو الشامل والمستدام احنا حاليا في أزهى عصور تمكين المرأة بصراحة وده يعني الفضل يرجع فيه طبعا بعد ربنا للسيد الرئيس لأنه ما شاء الله دايما بيمكن المرأة في المناصب الهمة وكمان كان بيوجه دايما أن احنا نهتم بالمرأة اقتصاديا فالمبادرة بصراحة اللي عملها اتحاد مستمعات العرب دي مبادرة أنا شايفها هيلة جدا احنا مش هنكتفي بالمحافظات احنا هننزل الأماكن المتطرفة في داخل المحافظات زي ضهشور وزي مثلا في محافظة الجيزة هننتقل للصعين هننتقل للسينة هننتقل للسويس وأشارت بعض المشاركات إلى أن تمكين المرأة اقتصاديا أصبح ضرورة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الانتاجية والإبداعية التي تتمتع بها للزيادة الانتاج والنمو الاقتصادي دعم المرأة الأكثر احتياجا في محافظات مصر إجراء تعمل على تفعيله مبادرة كيانك التي أطلقها اتحاد المثثمرات العرب لتدريب وتأهيل السيدات ليصبحنا رائدات أعمال ويساعدنا في تنمية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة أسمى حسن النيل كشفت بيانات رسمية أن الحكومة البريطانية اقترضت 19 واحد من 10 مليار جنيه سليني الشهر الماضي وبذلك يصل اقتراض الحكومة البريطانية في أول 11 شهرا من السنة المالية إلى قرابة 279 مليار جنيه سليني أوضح بنك جولدان مانساكس أن تراجع سعر النفط سيمثل فرصة للشراء كما توقع يبلغ خام برينت الثمانين دولار للبرميل في هذا الصيف وقال البنك إن عوامل معاكسة مرتبطة بالطلب من الاتحاد الأوروبي وإمدادات إيران ستبطئ استعادة سوق النفط لتوازنها في الربع الثاني انخفضت أسعار النفط لليوم السادس على التوالي لتتراجع بنحو 9% في الأسبوع اتسببت موجة جديدة من الإصابة بكورونا على الأخص في أوروبا في فرض إجراءات عز عام جديدة وثبتت الآمال في تعاف وشيك للطلب على الوقود تراجع الخام الأمريكي أربعة سنتات ليصل إلى 59 دولار و 96 سنتا للبرميل وهبط الخام القياس الأوروبي مازيك برينت عشرة سنتات إلى 63 دولار و 18 سنتا للبرميل وصلنا مع حضرتكم لنهاية هذه النشرة الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم من شاشة تنين الأخبار لم يتبقى فيها سواء نذكر حضرتكم بأهم عنوينها وزارة التخطيط تبرز تقرير وكالة فيتشر الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي القادم وزارة المالية تعلن خفض مدة تملك السيارات إلى عامين للاستفادة من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة والتي مضى على صنعها 20 عاما فأكثر وانقفاض أسعار النفط لليوم السادس على التوالي بسبب موجة جديدة من الإصابات بكورونا خاصة في أوروبا تاتذي المشروع مشاهدين الكرام لكن خدمات أخبارية متواصلة مع حضراتكم دائما وابدا على شاشة تنين الأخبار دمتم في أمان الله